السلام عليكم ايه يا رب كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة فيديو جديد هيكون فيديو لسيدة اجنبية ان شاء الله فيديو النهاردة انا متأكدة ان هو هيعجبك بكل تفاصيله وكل تكاته بس طبعا قبل ما نكمل الفيديو يريد تكملوه للاخر كده في افكار وفي حاجات بجد حلوة جدا انا واسك ان هي هتعجبكم ويه كمان فيديو النهاردة مش فيديو طويل ولا حاجة هيكون فيديو بسيط ولكن كله استمتاع يريد تحطي لايك كتير شايف اللايك اللي في القلب ده هو انت داية غالية من نسبة لي جوه في قلبي في يريد تحطيلي لايك ويه كمان لو انسي اول مرة وتشوفي القناة عندي من خلال الفيديو ده اكيد يسعدني وجودك معايا واشتركي في القناة وفعالي جرر الجرس على الكل عشان يوصلوكو كل جديد مني طبعا دفرح بكمنتاتكو اللي بتفرحني اللي دايما بتكون شرف على دماغي من فوق كل حد طبعا جديد بيخش معايا كل يوم في القناة طبعا برحب بك يا غالية ويه كمان اخواتي وحبايب قلبي اللي معايا اللي مشرفيني من زمان بقولكم انتو وجودكو شرف على دماغي من فوق ويه كمان لو انت مشتركة جديدة فده كمان شرف على دماغي من فوق بس كده حبيت كده ان انا نوه فاول الفيديو على كل حاجة حلوة انتو تستحقوها مني فيديو النهاردة يكون فيديو حلو جدا هيكون فيديو لسيدة اجنبية هنشوف بقى زي ما انتو شايفين كده تفاصيل الفيديو هتكون ماشية ازاي ونشوف هي بتغير ازاي وتجدداتها هتكون ايه وهتكون عبارة عن ايه حاجات بسيطة كده بتغير لنا الدنيا خصوصا كمان على دخلة العيد خلاص كل سنة وانتو طيبين العيد قربوا بقى على الابواب كده فاعايزين كده ايه الايام دي نزبط في بيوتنا كده وكل حد كده يبدأ في البيت بتاعه بحاجة بسيطة او يبدأ واحدة واحدة كده ان هو ينظم الدنيا بحيث ان الدنيا معايا تكون حلوة وتكون شايكة كده على العيد متلاقيش نفسك تعبتي وشيلتي وحطتي حاجات كتير وتيجي بص تلاقي نفسك تعبانة فلا انتي يبدأي من دلوقتي يعني اعتبر ان شاء الله بأمر الله لسه اسبوعين فانتو حاولوا على قد متقدروا ان كنتو تزبطوا الدنيا كده من هنا لوقت العيد بأمر الله هنيجي هنا زي ما انتو شفتو السيدة كده في الاول بدأت بغرفة النوم بتاعتها وابتدت ان هي تنظفها مش عارفة انا بحس الستايل الغرفة النوم بتاعتها حلوة قوي قوي بتعجبني استايل اصلا يعني اللي استلست مع اللون القفايت يعني بيكون حلو زي ما احنا عارفين ولكن الشكل العام حلو جدا هنا طبعا بعد ما خلصتها ابتدت كده ان هي تحط البفات الصغيرة زي ما انتو شايفين وابعد كده الكرسي وتحط بقى قطعة من الديكور هيكون اللي هي الفرق وابعد كده زي نظام ايه تسريحة او سريحة مش حطة فيها حاجات كتير لان هي عندها غرفة دريسنج ولكن الغرفة هنا بس بتاعت غرفة النون وده شكلها كده زي ما انتو شايفين شايفين كل حاجة لما بتكون بسيطة فعلا فعلا بتخليك كده انت ليكي مزاج انك تعملي كل حاجة حلو هنيجي هنا بقى للطويلت عندها وده الطويلت بتاع غرفة النون هنا ابتدت كده كانت رحها علشين تنظفه وابتدت تشيل كل حاجة منه كده والزهرة اللي انتو شايفينها دي وبعد كده هتمسكه غسلة حلوة او تنظيفة حلوة والكبينة وكل حاجة والمرايات وكل حاجة وبعد كده هترجع بقى كل حاجة مكانها هتبتدي تنظم التنظيم اللي احنا شايفينه مع بعض كده طبعا انتو عارفين ان الجارات دي او الكنديجار دوت يعني مكتسح الدنيا بكل بكل بساطة كده وده نازل من يمكن من فترة هنقول مثلا من سنتين ونص انا بقالي سنتين ونص تقريبا او تلت سنين اها يعني من يوم ما نزلت المحتوى ده وانا الجارات دي كانت موجودة فيعني لو انتو عايزينها وتقدروا نقينتو جبوها تقدروا جبوها من على الفيسبوك وجالي برضو تعليق مبارح قالتلي اجيب منين المنظمات دي واجيب منين الحاجات دي طبعا انتو عارفين ان انا كل يوم وكل فيديو عندي بقول فيه ان اقدر نجيب المنظمات والادوات اللي احنا بنشوفها فيه الفيديوهات دي منين ولكن اعذروني ممكن يكون حد لسه داخل معي جديد في القناة فمش عارف ان هو يجيبها منين وهقول معيكم النهاردة تقدري برضو تجيبيها من على موقع جوميا او على موقع اميزون او علي اكس بريس او من على صفحات الفيسبوك او جروبات الفيسبوك اي جروب على الفيسبوك تقدر ان انت تكتب علي اي حاجة انت محتاجها هتطلع لك على طول في السرش بس كده هنا بقى كانت بتنظف غرفة المعيشة او الغرفة اللي بيكون فيها الركنة والشاشة اديتها كده تنظيفة زي ما انتوا شايفين وبعد كده هتبتدي ان هي تنظمها ناس كتيرة برضو كتبولي هو ليه الاجانب او السيدات اللي هي بتكون بره بيكون دايما عندها وقت وبيكون دايما عندها وقت ان هي بيتها يكون مضيف انا لو حطيت مثلا الديكور ده او كتعة الديكور دي تقريبا بعد نص ساعة او بعد ربع ساعة مش هلاقيها مكانها وكل حاجة كده هتبقى مش نضيفة وهكذا ده يجيلي كومنتات كتيرة من كده بصوا هو الفكرة هنا فكرة تعود ان احنا بنعود اللي معانا في قلب البيت اللي هو يمسك الحاجة دي او لا يعني مثلا انا زي زيكو كده بالضبط لا من بره ولا اي حاجة ولكن انا زي زيكو في قلب البيت انا كان بنتي وهي صغيرة على حسب التعود مش في مثلا طفلة تتلاقي ايه اللي هو بتبقي مثلا حتى قدامه حاجات ووقت خلاص ما مجرد ان هو يمشي بقى ويحبي والكلام ده كله تبدأ انك انت تشيلي كل حاجة من قدامه علشان ما يوقعهاش او عشان ما يكسرهاش او عشان مش يدههاش اذا اقول لكم ان دي معلومة خطأ مش صح مش بينفعش ان احنا نعمل كده ان احنا بنعودهم على كده وبنعودهم ان يكون الحاجة دايما مش قدامهم فانت بعد كده لما هتيجي تحطيها هو من نسباله هيبقى دي حاجة جديدة عليه يعني هو شايف انك انت مومو حطت مثلا قطع الدكور دي جديدة عليه هو متعود المكان ده بيشوفه فاضح على طول مثل فلا انت عاوديه على فكرة هنا الاول كانت بتنظف السفرة اللي هي بتكون قدام المطبخ زي ما انتو شايفين كده طبعا الفيديو شريح نفسه وهتحط هنا كانت هتنظف المطبخ ويهي كمان هتنظف النجف بتاع المطبخ فالمهم زي ما بقولكو فانتو عاودوهم من صغرهم كده ان كل حاجة محطوطة مكانها فلا خلاص هي مكانها اه هي هو مثلا او هي اجت مثلا تشيل الحاجات دي قولي لها لا كده مثلا ما ينفعش لا اسيبيها لا مش عارف ايه كده لو ينفع كمان ان انت حاجة دي مثلا تلزقيها مثلا بشامع عشان ما يتشدش زي مفرش مثلا ممكن تعملي حاجة بسيطة كده من الشامع المهم ان كنت تتعوديهم ان هما مش كل حاجة تكون متشالة فهميني قصد ايه في حاجات طبعا اه لازم احنا نشتالها زي مثلا الازايز اي حاجة لقدر الله ممكن اتعورهم او او تيجي عليهم لا فدي او اقولكم دي ممكن تشيلوها تستبعدوها وتحطوا اماكنها يعني ما كما تشيلوها تحط حاجة مثلا تكون بلاستيك تكون دكور مش ممكن يعوروا مش ممكن يعورها مش لو وقع عليها مثلا تتعور او كده لا فده بصراحة الا انا شخصيا كنت بعمله مع بنتي او مع ولادي وهما صغيرا ما كنتش بشيل حاجة من قدامهم خالص الا بقى بصوا حاجات بسيطة قوي لو في ازاز او في ديكورات ازاز ممكن تتكسر عليهم لا ده كنت باشتالها وحطت مكانها ديكورات تانية بس مش ازاز فاهميني عشان برضو اعودهم ان فيه هنا فيه حاجات بتتحطوا فيه هنا ديكور ممنوع ان انتو تيجوا هنا ممنوع انك انتو تشيلو ده كده مع الاستمرار والتعود مرة والتانية مرة والتانية هتيجوا فجأة تتلاقوهم لا اخدوا خلاص يعني اخدوا اني خلاص محدش هيجي في المكان ده فاهميني فده بس كان رضي يمكن كان رضي طويل شوي بس انا حبيت ان انا انقلكوا تجربتي اللي انا مرت بيها او الفترات اللي انا كنت مرت بيها وكنت بتغاضى عنها ايه يعني ايه هنا بقى خلاص كانت بتنظم الحاجات اللي على الكنسولة وتبتدي تحطي الدكرات اللي هي حطها دي وبعد كده بقى هنشوفها تعمل ايه بحب قوي البفات اللي بتبقى تحت الكنسول خصوصا لو مثلا انت مثلا قعدة هي طبعا حط الكنسول ده من ناحية باب الشقة كمكان يعني استغلال مساحات علشان خاطر برضو ما يكونش المكان واسع على الفاضي وما فيش في حاجة يكون فاضي يعني بس هنيجي هنا بقى لتنظيف الصفرة ويتنظمها ليه حلوة قوي الدكور اللي هو ده طبعا تعرفين الدكور ده طلعت الرند دلوقت هم بيستخدموه للظهور زي ما انتم شايفين بدل مكانه الاول بيجيبوا مثلا الحوض اللي هو الصغير او زي نظام فوزة كريستال صغيرة كده ويبتدوا ان هم يقسموها باللز او بالسلوتيب علشان خاطر يفضلوا يحطوا بقى الظهور بتاعتهم ده فده طبعا دكور نازل جديد بيغنيهم عن كل ده وفي نفس الوقت الشكل الجمالي بتاعه حلو جدا شايفين الصفرة بعد ما نظمتها ورتبتها حسيت ان ما فيش فيها افوارة وشكلها حلو جدا زي ما انتم شايفين اخر حاجة هنا بقى كانت بتعمل تلج او مكعب تلج علشان خاطر تعمله بالورد كده فده برضو بيكون حاجة حلوة بس كده حبيب قلبي ده كان الفيديو بتاعه النهاردة يارب يكون الفيديو عجبكم اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله واسبكم فرعاية الله وحفظه ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة